سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بباتش نوت 7.15 الباتش نوتس هذا فيه تغييرات مرة كثيرة على مستوى بالهابة الكثيرة هذا الباتش اللي هو بيقوله كل ما نقرب للولدس اللي هو الكبيرة تلاقي باتش نوتس كبيرة تنزل عشان تحاول تسوي بالانس للشامبيونز بأي طريقة إن كانت عشان يسوي بيس لاين عشان لما المحترفين يلعبوا في ال سي اس تكون البول حقهم كويس عدد الشامبيونز اللي يقدروا يلعبوا كويس مو بس اتنين شامبيونز طول السيزن ويعطيهم فرصة إنه ما يكون فيه شامبيون مرة خربان ودائما بان مية في المية والشامبيون مرة ضعيف وما عد ساري قرأت لعبها كذا فحنبدأ نشوف يعني زي ما شفنا في 7.14 7.15.7.16 احتمال كبير يتكمل بنفس الطريقة اول شيء طبعا ارقوت حقه اكيد نازل طبعا انا كلا على شباب ما عاش راح حتلاقوها موجودة عند احتمال كبير في القريب العاجل يا وردي نزل يا حينزل قريبا فتقدروا تشوفوها هناك عندهم وتشوفوا كيف يتكلموا عنها السفر هذا نزلوا لها بف 30 دامج في بداية الجيم وبعدين شالوه يعني ما كمل يومين وشالوه انتو عارفين الباش نازل امس او اول امس في اليوم كده هم قرد يشالوا البف حقها نهائيا فما فيه ما فيه اي تعديل على سفر هنتكلم على سفر بعد شوية في المقابل اكالي بيحاولوا مو يرجعوها للجيم بيحاولوا يعطوها شوية يعني امكانية انه هي تنهي الجيم بسرعة او تنهي الجيم بيقولوا الشامبيون هذا عامة حاليا يقدر يكتر الشامبيونز اللي يكونترهم مرة كويس بس عندها مشكلة في انها تنهي الجيم فبيحاولوا يزودوا عشان كده مزودين ريشيو ومنقصين الكولداون على الدبليو حقتها في عشرين ثمانتاشر ثاني طبعا هذا بالنسبة للاكالي مرة كويس في سولو كيو ما يفريك في لسي اس لانه ما حد يلعبها في لسي او في لسي اس يا شباب دايما اللي هو البطولات العالمية حقت آزير سووا له بف على الدبليو حقته بيزودولو بيخلوه مرة اقوى في لانه معروف الشباب هو الهايبر كاري حق الميدلين والميتا نحب نشوف في الميد جيم احنا في الميد لين رايح على 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 ميجز زيادة وازير مرة كويس يعني من يوم ما نتكلم على ميجز نبدأ نتكلم على ازير وازير يبدأ يدخل في لين طبعا البف هذا لسه ما حل مشكلة ازير اللي مخليه برا ما حيرجع لسي اس ما حنشوفه في ما حنشوفه في في سولو كيو كتير لسه بس اقلها اللي هو مين ازير هيكون هيستفيد من من التعديل البسيطة هذي في طبعا الدامج اللي هو مية خمس وتسعين من مية سبعين اللي مية خمس وتسعين يعني خمس وعشرين دامج بير يعني لما يكون عندك ثلاثة ولا اربع زي تضرب الضربة حتى سوي مية وخمسين ميتين زيادة على على الريشوز حقه اخيرا يعني بعد اللي سواله صار مرة ودحين بيخفضوا دامج حقه لان شوفنا شوفنا لأول مرة في في حياتنا الليقية نشوفه يتلاعف في لسي اس عشان مرة خربان شوقات اللي قيم حقه شوية ضعيف اللي تقيم حقه من يوم ما يشتري الدبل ايتم اللي هي اللي تكبروا ولا الايتم اللي تعطل هلث زيادة غير الباسف اللي ممكن تعطلوا الفين هلث في نهاية الجيم يصير مستحيل نقتل يعني نشوف شوقات بتسع الاف هلث طبعا ستة الاف هلث باسف لما ناخد اللي تزود الهلث كده باسف بيصير عنده تسع الاف خمسمير تسع الاف حاجة ومستحيل نقتل في كل الحالات نقصوا الدامج حقته من 2080 ل 2060 يعني بيخففوا دامج حقه ونقصوا الريشيو حقه من 4% ل 3% فهذا لسه ما هيحل مشكلة الشوقات بس عقل لها خففوا الدامج اللي يسويه حبتين من حقته اللي هي صار عليها وأظن أظن في الباتش الجاي لسه حيجينا شوية نرفات عليه على أساس يخفضوا الوضع اللي هو فيه منذ سووا الريوورك بسيط على داحين صار عنده كل ما ياخد طبعا اللي ما يعرف منذ يا شباب منذ دايما يتلاعب كان زمان في قبل ما يجي الناس اللي هما صار احسن منه داحين كان في ما يتلاعب يعني تلاعب كثير في قدام اللي هي تجي فيها اثنين اي بي لما يكون في اثنين او ثلاثة اي بي في التيمة التاني تاخد منذ لانه منذ عنده مرة كثير من يوم ما نزل موكاي صار يسوي نفس اللي منذ يسوي احسن لانه عنده كان الستان عنده ال سنير عنده في المقابل منذ ما عنده ولا شي غير انه والله يسوي سلو يبط قال لك نبغى نحسن من امكانيته انه يصير كويس ضد فسو حاجة جديدة على اي حقته صار يجيك اي اي او استخدمت اي حقتك او اي حقتك او اي اي حقتك يزيد اي 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 يصير لستاكلين خمستاشر مرة طبعا في هذا معناه كل ما طالت كل ما زاد حقك في نهاية حيوصل لمرحلة جنونية ما في اي احد ماجي قدر اي وطبيعة الحال منذ كان دايما يبني اللي هو عشان عشان سنرجي بينها بينها وبين حقته عشان كان في نفس الوقت يزود عليك وكان يبنو ايتم تانية معها ماجي رزيست دا حيني كف سبيرت فزاج بس مع تبني اي ايتم ماجي رزيست وتركز على وتركز على على ايتم ثانية تفيدك اي اي ام من يعرف ليش خفض دول التخفيض هذا ما هنرجو للجيم يمكن يعطيله شوية اا يعني شوية امكانية ان يلعب احسن في سولو والكولداون نقصوه من 11 الاتساب في بداية القيم يبو يلعب احسن حبتين في بداية القيم ما اظن حيفرق معها كتير يستر ربش هي ستل نات ابتر يعني اللي هو ماين اي كو انتهي هنا بس الباقي ما هي استفيد من اي ليس خفضوا الدامج حقها في ال على اساس قال لك والله يعني يبو يسوي مدعم عندها مرة كثيرة وإمكانية حركة مرة كبيرة انا بنخفف الدامج حقها في ما زالت هتكون اللي حيختاروه في بداية الجيم كل هذول ما زالوا صراحة مرة ما حيتغير حتى مع النار في البسيط هذا ما حيتغير كثير حينقص ال باور حقها ما اظن بس هينقص الامكانية حقتها انه تكتل واحد البداية مازالت تكون ترات اربعة الناس اللي تكون ترات بنفس الطريقة ازريل افضوا الكل حق الكل حق حق التعتي له هذي ما هيا ما هتسوي اي شي لا ازريل ما هترجعه في الميتا زي ما كانت اول ما زال تير تو يعني من يوم ما تغيرت الآيتمز اللي زود الآيتمز وزود الآيتمز الميتا في اللي هما وال وبعدين الاشخاص اللي هما زي ازريل اه الدول بف مو ادمي ما لو اي معنى اي خلي اه يصير مرة او بي من وجهة نظري اه ماني متأكد مية في المية بس احتمال كبير الدامج حقه زاد خمسين في المية من يعني من ثلاثين لخمسة واربعين في ها ها هذي الفكرة كهات في انه ها مرة قوي فدحين كمان يعطوك امكانية انه تلعب ها احسن حبتين طبعا لو تلعب بطريقة انه انت تسوي كثيرة ما اعزون هتستفيد من من التعديلة في هذا لانه حققتك هتكون مرة واطئة حققتك في انك تشيل بالباسف هذي اذا كان الفوكس حققتك تشيل بالبارل زي الناس راجم تجلس ورا وتسوي بالباسف اظن مرة حتستفيد مرة كثير فهي اعتمد على حققتك وعلى الامكانية حقتك انك انت تستغل الجديدة هذي طبعا ما اظن اي احد حتستفيد من من الباسف هذا من برونزلين بلات يمكن بلات يبدو الناس يتحسنوا بس فوق كده حنشوف ابداع صراحة واحتمال كبير نشوف بعد التعديل هذي بيقولوا بيخفض حقته مع انه تغييرات هذي صراحة ما اظن تفرق في انه تخفض على على حقته اكتر من يعني حققته حقه ما يفرق بال يعني عنده اللي قام وخفضه وقال لك انه منخفض حقته قام ونقص حقه من فاصلة ستة خمسة واحد سوري زودوه من ستة خمسة واحد لستة نقصوه من ستة خمسة واحد لستة اتنين خمسة وال حق زودو حقها من مية المية وعشرين طبعا هذي ما لا صراح بأي كلير سبيد حاليا لانه مرة دائم في الميتا التغيير هذا ما حيغير فيه علي اي شي هنشوفه مرة كثير وانصحكم تلعبوه مرة ثانية رجعوها من مية وعشر المية فاكرين شاء لما كانت في الميتا ما احد يلعبها اي كل الناس يلعبوها زودوا مية زودوا مية عشر زودوا مية وعشرين نقصوا المية عشرة نقصوا المية مية وعلى ثانية لانه الميتا دحين كلها تعمل مع ايريليا بطريقة مرة سيئة ايريليا ما تكرت لعب قدامها زي الناس والوادم فتغيير كويس المين ايريليا كل اللي حيديك الكلام هذا انه والله تخش تسوي الكمبو حقك تسوي الالتي تقتل الادم اللي قدامك ترجع ترجع من البيس على المكان اللي انت فيه الالتي حقتك رجعت ممكن تستغل لأمرة ثانية فقط ما فيه ولا شي دعين جينكس سوو لها كان في بك فكس على الكيو ما هو ضروري سوو لها بف على الو حقتها نقصوها من تمانية من عشرة بداية الگيم الى تمانية ما فيه اي تأثير كبير السبت التأدي لأنه ما زود الدامج حقها ولا زود الكريت اللي عليه كل اللي سوو نقصو الكولداون حبتين والكولداون هادا ما ظن يفريق مرة كتير ولا حتى في الليل كين كين زي ما احنا شايفين حاليا كين وضع جدا مزري بالنسبة لأنه لما يكون داركن يكون مر او بي لما يكون اساس يكون مر سي للنعلى يخسرك فمسكوا دحين حاليا اللي هو الاساسين الشادو اساسين وسوو لها بف بسيطة زودوا الريشو حقها البونس من 1.1 إلى 1.5 هذا معناها زودوا الدامج حقها حقها وفي الشادو اساسين حبتين ما غيروا أي حاجة تانية طبعا دايما الشامبينز اللي يكون عندهم كده تلاتة اربع حاجات مختلفة في الكيت حقته تغيروا يكون مرة صعب يسو لها بلنس لأنه يزودوا بف لحاجة يخربوا حاجة تانية في كل حالات ما زال كين بك اربان صراحة لازم بان 100% لأنه اربان في بطريقة مرة وحشة أنا ما يعرف ليش ما سوولوا بسيط هناك في البف هذا في الباتش هذا يخلوا الناس تجرب بس هنشوف طبعا شادو أساس بلد داربين اللي هو دسك بلايد اللي ثالتي دامج مو طبيعي فهنشوف نقص البيت ستاك دامج حقها أو زودو من 50 ل 53 المانا بير لفل زادت من 50 ل 60 دي الريمفورسين انه والله هنا بنشوف ميجز اكثر يتلاعبوا سواء ميد ولا في الطوب حتى في حالات في حالات محددة على الساس يبوي سواء ومجموعة تاني وتالت ورابع وشكلهم ما ادري مين مبسوط من اللاكس يباج لسي بف بف بيها الين نهاية الزمن بس طبعا سولو كيورز حينبسطوا ما عمر انا حنشوف لكس في مرة قليل بس في كل حالات الكيو الكولداون حقها نقصوها في بداية القيم من 15 إلى 13 ما عاتفريق كتير الدبل حقتها صار الشيلد حقها يتدبل لو 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 الشخص اللي جاء عليه الشيلد يروح وهو راجع في الطريق وشوف طبعا في سولو كيو ما حييفريق الشيلد لانا الناس ما تعرف انه لازم تروح على الشيلد هو راجع عشان تاخد البفة الزيادة هذا امكان في تيم لما تلعب فلكس مع بعض انت وتيم حقك تعلمهم على الخاصية هذه فلكس عشان يستفيدوا منها وممكن تستفيدوا منها نامي نقصوا الكولداون حقها كيو حقها 14 10 12 8 ما حتفريق مرة كتير نهائيا ناسوس سولوا بسيط حقه هيصير مرة احسن قدام التانكس يعني ناسوس حاليا عنده مشكلة بالزات قدام التانكس يقدر يكتر الاسكوشيز مرة بسرعة بس مع التانكس مرة يتعب بس حاليا عشان التانك ميت قاموا يحورو حبتين انه والله الـ اتنفع على التانكس احسن الشيء الجديد اللي كمان عدله الـ لما تفق يعني لما تفتح الألتي حيصير ثانية ونص ودقر تسوي سبام للكيو مو طبيعي وانت مشغل الألتي هذا معناه في نهاية الـ هذا طبعا اللي يلعب وناسوس انا من الحين مقدما ما اظن ناسوس حيصير مين بان الا في اللو يلوز اللي هما برونز وسيلفر وغولد يمكن بس اكتر من كده بس ناسوس اللي يعرف يلعب ويعرف يفرم زي الناس اللي وادم حيصير حبتين خربان ناتلوس سوو له بوف على ال كيو دامج سوو له بوف على ال نقص الكول داون ريداكشن طبعا لو ملاحظين الميتا حاليا بالذات في التوبلين متوجه شوية للتانكس اي بي حبتين وناتلوس مرة كويس في الحالات هذه ناتلوس حنشوفه جنقل احتمال كبير حنشوفه support مرة احتمال كبير وحنشوفه top برضو احتمال كبير طبعا top يعني يمكن ما نشوفه زي اول لانه دايما اذا top معناها لازم نسوو بوف لل اي حقته عشان ال ويف كلير حقته بس ال دامج على ال بالذات لل support احتمال كبير نشوفه support بزيادة top حبتين زيادة ايش ما بيسو فيها شيفانا ما اظن حيقدر يرجعوها للجيم في الوقت الحالي لانه كت حقتها كت جدا سيئة لو ملاحظين الفارمينج جنقلرز عامة عند حين ما هم موجودين سواء ماستري شيفانا اودر هذول كلهم ما لهم مكان في الميتا الميتا تعتمد على والمين والأيرلي دامج ديلرز وشيفانا ما هي واحد البيس ارمر زودوه من 27 ل29 غيروا اي حبتين زودوا عليها شوية دامج ديلر زودوا المسائل ريشيو دامج حقها بفاصلة 3 اتاك دامج وما اظن هذا يفرق عليها اي حاجة لانه اصلا شيفانا ما تبني اتاك دامج زي التايتانيك هايدرا ولا 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 فهذا ما هو بف يعني له اي معنى هذا لما تضرب الايل وتجلس او هي جالسة في الارض اظن زودوا حبتين وزي ما قلنا ما في فايدة مرة عزيزة منها من 100 خلو ال160 وبرضو يعني شيفانا اذا ما اخذت دراغن ما لها اي فايدة وهذا اللي خلالها خلالها بريليمتد لازم التيمة اللي في شيفانا يركز انو ياخد دريكس وما تجدر تسوي الكلام هذا في سولو كيو زين ناس او لا اعلم تعديل على الشكل تقدر الناس اللي عندها مشكلة في النظر تجدر تشوف الpoison حقه احسن هذه كلها بقفكس سيفر الميتة الحالية للسيفر بالذات انو رجعوا لثالتي ايتم خلت سيفر ترجع للميتة اذا ما رجعت سارت اقلها سارت من قبل ما يسو هذا حتى سيفر بدأت ترجع مرة ثانية لانو الميتة الجديدة اللي هي سيفر من احسن مرة كويسة سيفر اي لثالتي مرة كويسة عشان تجدر تجدر تحرك المينيون تجدر تجدر تبني قدام الشامبي فقام وصول لها بوف على كيو حقها والبوف هذا زود الدامج حقها على كيو من بداية ال نهاية الغيم 30 زيادة على كل وبعدين في نفس الوقتان يوم شاء الله زي ما قلنا بغض النظر سواء البوف هذا موجود ولا ما هو موجود سيفر حاليا ميت يعني اللي اللي يلعب سيفر ولي يستعنس بانو ما تقر تكر بها لحالها بس انو اقلها champion من رسالة تتعلم عليه و champion من رسالة تفوز عليه لو انت متقدم في الجيم twisted fade نقص المovement سبيد زود المovement سبيد حقته ب330 ل335 3-4 twisted fade سي الشباب كانوا يحطوا في حقتهم مovement سبيد هذا يخليه مععد يحتاج يحط مovement سبيد يحط مو طبيعي فهذا بف في اكروس الجيم كله لي twisted fade من يعرف ليش يبقى يرجعوا للجيم بالطريقة هذي بس هذي طبعا twisted fade ما حيكون ما عمره حيكون meta يعني بالذات اللي طريقة تلاعب global altis في المتا ما حيصار تنفع زي اول غير shen عشان تانكي او يكون team composition كله global team composition بس بكل حالات twisted fade مرة كوي يزدح اللي بيلعب اح ابغى اقول tier 1 في solo queue مرة ممتاز اكزارث طبعا زي ما شيفنا البف اللي سوو اللاكس والبف اللي سو اللي ساندرا بيحاول يسوي بف لكل الميجز اللي في نوس game ال w صار سلو عليها 15% بدل من 10 صار 25 وهذا معناه انه والله تجيب حقتك ال as ال as 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 لو انت زودوا الدامج حق ال l 20 و لا تنسى شباب انه ال l حقته يعني ال l حقتك زال اثنائية ال game تجيب تساتك زيادة يعني تطلب 5 او 6 5 مرات بدل 3 مرات هذا بف على الدامج حقه مرة كويس وبف له قدام كل ال ap mages اللي لعب قدامه زاك ما زال متصدر الجنغل عاليا في التانك ميت الجديد ما زال اعلى وين ريت ما زال افضل ممكن تلعبه ما زال 100% بيك واللبان لازم سوله بيك واللبان سوله النرف بسيط على كيو حقته زودوه من 4% ل8% زودوه من 12 ل13 في بداية ونهاية واحدة ثانية كروس دابورد التعديلات هذه ما تخرجوا من الميت ما زال من أفضل المفروض يا تختار يا تسوي لبان اذا ما سويت اللبان انت تبقى تخسر الغيم يا شباب زيكس نفس ما قلنا بيحاول يرجو شفنا لكس شفنا قزارث شفنا لساندرا يبقى يسوي نفس الشي لزيكس فزودوا نقصوا لكولدام لحقه في بداية الجيم وفي الليت جيم على الو طبعا الليت جيم يعني ستة ثواني مرة كثير والبف هذا مرة يوج بالزات على الليت جيم زيكس زيكس هنحنا عارفين انه قدر يشير التورس بالطريقة مهولة صراحة فهذا حيدي له احسن انه يتعامل مع الناس اللي قدامه ميت باتش ابديت سنقت البيس هلث نقصوه من 610 الـ 880 بعد الـ نقصوه برضو الـ مهو ضروري النونو برضو شوية التغذيرات كده التحسينات سواها سووها في الباتش اللي فات في 7.14 في نصف الباتش فقال لك هنسويناها عشانها برا تقريبا ما بنشوف احد يشتري الادابتف هلم فريوت من كده باتش بيحاولوا يحطوها في مكان الناس يشتروها في الحالات اللي يحتاجوها فيها اللي تغير فيها دامج تاكين from repeated instances of spell or effects is reduced by 15% سوى لها بوف by 20% ما زالت ما تنشارها إلا في حالات محددة مخصوصة على تانكس محددة الدسك بليت بعد البوف المهولة اللي جاء عليها في 7.14 بيحاولوا يسوولها بلانس اللي صار عليها في 7.14 حولوها غيروها كان في البداية نزولوها صارت الدامج حقها في ذات الـ game 150-360 الدامج حقها بعدين في نفس الباس نقصوا الـ 55-360 يعني في ذات الـ game نقص دحين الباتش الـ 75 خلوا الدامج حقها 65 سوى لها بوف صغير على الـ نايت ستوكر بروك 45 طبعا الـ range سوى لها نرف الملي سوى لها بوف والـ slow shallow نهائيا للناس اللي تعرف تتعامل مع الـ passive حقها اللي هنو والله يروح هو out of الزون اللي هو ما حد يشوف ك ويرجع يستخدمها حيستفيد منها بالذات إذا كان ملي إذا ما تستفيد منها إذا 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 ما حتستفيد منها بالذات طبعا الشيء الملاحظ إنه حاطين قالوا من level 1 level 18 أصلا إنت مستهل تجي ب level 8 أو 9 إذا إذا جبتها في level 8 أو 9 يعني في level 9 ترجع كأنها نفس الشيء زي ما كانت في 7.14 فالتغيير هذا ما له أي معنى نهائيا نقص الهلت حقها اللي من 400 350 يبقوها بيقولوا سألوا ناس كتير يشتروها نبغى نقلل نبغى يبغى يفرقوا بين Redemption و Night V على حسب الاحتياجات لما تبغى تكتب لواحد بدل slash w تسوي slash me يحوط اسمك اسم السامنر حقك وهو بيكتب وهو بيرسل الهد الping player can now ping any item أي item صار ممكن تسوي لها ping دح أول كان بس activate attack move يا شباب اللي كان يسأل طبعا أنا في فيديو شارح فيه attack move بالتفصيل الممل اللي ما يعرف شو attack move يروح يشوف الفيديو هذا أول ما كانت تحط attack move على left click لحين صار ممكن تحط attack move على left click طبعا لو حطيتها على left click معناها أي شي تسوي بال left click ما عاد ينفع إلا ب shift إذا إذا حطيتها في left click يشباب لازم تتعلم كيف يو adjust وتغير ال rotating game modes هينزل ال ascension في الأسبوع القادم هذا الweekend هذا بيقولوا لك ال ascension سيكون موجود في الweekend هذا وال القادم يعني الأسبوعين الجي ستكون ascension bug fixes ما شفت أي حاجة صراحة لها قيمة كبيرة صراحة نتكلم عنها upcoming skins زي ما شفنا نزل omega squad skins skins صراحة حلو عجبتني very nice story mode اللي عملوها فيها وعلى champions فلا يعني على فيز دريستانا فيغر و و و من أول كان موجود التيم وفصاروا خمسة omega squad ألعبوها يا شباب السكواد كامل خمسة مع بعض وخلينا نشوف فيديوهات عليها فلا كذا وبكذا يا شباب خلصنا patch note 7.4 15 7.15 الله أعطيكم الصحة والعافية لا تنسوا يا شباب اللي عجب الفيديو سوي لايك وسوي share لأصحاب ولا تنسوا يا شباب أنه نحن نسوي ستريم يومي في تويتش وفي يوتيوب للي حاب يشاركنا مرحبا ونشوفكم إن شاء الله في patch notes القادم طبعا ما نمشغل الكاميرا ولا كان سوينا حركة الخروج اللي هو من patch notes اللي هي نرفع يدينا ونسوي الابتسامة العجيبة فأعتبر أنه أنا مسويها حاليا لشباب وإنتم شايفينها وإلى اللقاء إلى غد واحد السلام عليكم موسيقى